تصريحات مفاجئة من أشرف حكيم بخصوص حياته الشخصية ولدراجراج يتخذ قراراً مفاجئاً بحق نجم المنتخب المغرب بعد نهاية معسكر الأسود لامينيامال يتحدث عن نصائح جدته ويعلق على العنصرية ومقارنته بميسي والآن إلى التفاصيل ولكن من قبله بجتكون أول واحد كي توصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك والتفعيل الجرس أشرف حكيمي خرج بتصريحات مفاجئة عن حياته الشخصية بعد صمت طويل خرج أخيراً الدولي المغربي والنجم باريسان جرمان أشرف حكيمي عن صمتها متحدثاً عن بعض كواليس حياته الخاصة رفقة طريقة عارضة الأزياء والممثلة هبعابوك فبعد قربة العامين كشف حكيمي عن نوايا هبعابوك التي دفعتها إلى الإفصال عنها عكس ما ادعته كون الطلاق ناتجة اتهام الدولي المغربي بالتحرش وقال أشرف حكيمي في تصريحات متداولة أدركت أنها تطمع في أموالي بعد شهرين فقط من زوجنا فقررت نقلك لأملاكي باسم والدتي وانتظرت بفارغي الصبر حتى تطلب الطلاق حيث أشار أن هبعابوك قالت له بعد الشناء صغير وقع بينه مادة يوم هل تعلم أنني سأحصل على نصف ثروتك لو طلبت الطلاق؟ هذا التهديد كان كافياً لحكيمي قصد إعادة النظر في علاقته مع عابوك وهو ما دفعه إلى قصد والدتها التي أخبرها بما حدث موشيراً أنه سينقل ممتلكاته باسمها وليد راقراكي يتخذ قرر مفاجئاً بحق نجم المنتخب المغربي بعد نهاية معسكر الأسود أفاد التقرر إعلامي بأن وليد راقراكي مدرب المنتخب الوطني المغربي قرر استدعاء المدافع رومانسيس لعودة إلى الصفوف الفريق بعد غيابه عن المباراتين الأخيرتين ضد القابون وليزوتو في شهر شتنبير الجاري ضمن تصفية كأس أمم إفريقيا المقرر إقامتها في المغرب العام المقبل إن شاء الله وذكرت التقارير أن وليد راقراكي استبعد أستيس لاعب نادي السد القطري في الفترة الماضية بسبب نقص جاهزيته وعدم مشاركته بانتظام في المباريات لكنه يعول على عودة اللاعب للتشكلة الأساسي لفريقه القطري قبل تجمع المنتخب في شهر أكتوبر المقبل وأشار نفس المصدر إلى أن راقراكي اتخذ هذا القرار بعدما تلق انتقادات حد نتيجة الأداء الدفاعي الضعيف للمنتخب في مباراة القابون وهو ما دفعه للاستعانة بخبرة السيس لتعزي خط الدفاع في المواجهتين القادمتين ضد منتخب إفريقيا الوسطى في أكتوبر ضمن التصفية لامين يامال يتحدث عن نصائح جدته ويعلق على العنصرية ومقارنته بميسي في تصرح مؤثر كشف اللاعب المغربي لامين يامال عن نصائح جدته التي دائما ما تردد عليها ما تلبسش حويجك حلين كندي مضاح كنت هلا في الأبديالك وعن موضوع العنصرية قال يامال الأمر ما كيستحق شاتشي كامل أنا عارف القيمة ديالي كما أبدأ إعجابه بالمقارنت مع الأسطور اليوني الميسي لكنه أشار إلى صعوبة الوصول إلى مستوى قائلا بشتوصل لمستوى الوصلي ميسي ره مستحيل سوفيان البقالي يستعد لخوض نهائي الدوري الماسي في بروكسل يوصل العداء المغربي سوفيان البقالي تألقه استعداد لخوض نهائي الصباق 3000 موانع ضمن الدوري الماسي والذي سيقام بالعاصمة البلجكية بروكسل ويسعى البطل الألمبي إلى تحقيق لقب جديد في هذا الصباق الهام خاصة بعد فوزه الأخير في ملتقى سيلسيا ببولندا وإحرازه الميدالية الدهبية في أولمبياد باريس 2024 وقد عبر البقالي عن حمسه للمشاركة في هذا النهائي عبر حسابي على الإنستغرام داعينا الجمهور إلى دعمها تجدر الإشارة إلى أن نهائي الدوري الماسي سيستمر يومين حيث سيفتتم يوم غدنا السبت إن شاء الله نيف أكراد جاهز لاختبار الليغة أمام ريال مادريد يعد قلب الدفاع المغربي نيف أكراد نفسه لخوض أول مباريته مع ريال سوسيدادة الإسبانية وذلك في مواجهة قوية أمام العملاق ريال مادريد وأكد أكراد في تصريحة صعوبية أنه على أهبة الاستعداد لخوض هذه المباراة المرتقبة مشيدا بقدرات لاعب ريال مادريد لكنه أكد ثقته بقدرات فريقه الجديد وانتقل نيف أكراد إلى السوسيدادة على سبيل الإعارة من ويستهام يونايتد ويستعمل خلال هذه التجربة إلى تطوير المستوى واكتساب خبرة جديدة في الدورة الأسبانية وقد عبر عن سعادته بالانضمام إلى السوسيداد مؤكدا أنه يتطلع إلى تقديم أدعين قويا مع الفريق ورغم تأخير وصول أوراقه إلا أن أكراد سيكون جاهز للمشاركة في مباراة ريال مادريد حيث يرى أن هذه المباراة تمثل فرصة متالية للظهور الأول له في الليغة وأشهد اللاعب المغرب بأسلوب العب ريال مادريد مؤكدا أنه يتناسب مع طريقة لعبها ويشعر أكراد بثقة كبيرة في قدرته على التأقلم مع الأجواء الجديدة في السوسيداد ويأمل أن يساهم في تحقيق نتائج إيجابية للفريق البودلاء يخسرون فرصة الرقراج والحرس القديم في المغرب يكسب الرهن شهدت المباراة التي جمعت المنتخب المغربي ومنتخبا للزوت والتي ضارت يوم الاثنين الماضي على ملعب أدرار في مدينة أغادير ضمن الجولة الثانية من تصفية كأس أمم أفريقيا شهدت تحولا كبيرا بفضل التغييرات الاستراتيجية التي قام بها المدرب والإدراجراكي على تشكيلة الفريق بإخراج اللاعبين أميري تشارتسون وأيوب الكعبي وأمين عدلي وإلياس أخو ماش وقد أتت هذه التحركات لتعزيز الأداء الهجوم بإدخال حكم زياش ويوسفن سيري وعبد صمد الزلزولي وابراهيم دياز وتغيرت مجرية المباراة بشكل كبير بعد هذه التغييرات اتسجل ابراهيم دياز الوفيد من ريال مدريد الهدف الوحيد والحسن في الدقائق المتأخرة من المباراة بعد تمريرات من مهاجم فنربخش التركي يوسفن سيري منح المنتخب المغرب ثلاثة نقاط جديدة وقد كانت هذه النتجة بمثبت دليل على نجاح الخيارات التكتيكي للريقراغي وإعادة تأكيد قدرة الحرس القديمة على التأثير في الأوقات الحريجة ويعكس تألق لاعبين البودلاء الذين شاركوا استراتيجية الريقراغي القائمة على خلق توزن بين الأساسيين والبودلاء والتي تبدو أنها قد أتمرت نتائجها في هذا اللقاء بعدما أظهر دياز والزلزول والزياش وانصير تفوقا ملحوظا في التحركات والتنصيق مما استهم في زيادة الضغط الهجوم والسغلال الفرص التي أتيحت لهم بينما يشير هذا الانتصار إلى أهمية الخبرة والتجربة في المحافل الدولي إذا استطاع اللاعبون الأكثر تجربة تغيير مجرى اللاعب وتحقيق الفوز رغم أن دياز يعتبر من اللاعبين الجدد في المنتخب لكنه نجح في وقت قصير في افتكاك مكانه بالتشكيل الأساسية وبهذا الانتصار يكون الريقراغي قد رهن بنجاح على الحرس القديم مما يبين مدى قدرته على التكيف والتعامل مع المتغيرات خلال المباراة ويظهر هذا النجح أيضا التراء الكبير في تشكيلة المنتخب المغربية مما يعزز من مكانته كواحد من الفرق الواعدة في الساحة الدولية وسيكون من المتير متبعة كيفية تطوير هذه التحديات التي ستواجه الريقراغي في المستقبل خصوصا مع اقتراب مواعيد المنافسات الكبرى اشتركوا في القناة